رائحة قنابل الغازات في كل مكان وأزيز الرصاص لا يتوقف في بغداد والمحافظات منذ انتهاء مهلة الوطن وبدء التصعيد السلمي الجزئي لمتظاهري ثورة تشرين فعلى وقع التطورات الأخيرة فإن قافلة الشهداء والجرحى مستمرة القوات الحكومية وميليشيات الأحزاب صعدت من عمليات القمع ضد المعتصمين السلميين على طريق محمد القاسم السريع وفي تقاطعي القيلاني وقرطبة وساحة الطيران في بغداد ما أدى إلى سقوط شهداء وجرحى في صفوف المعتصمين فضلا عن اعتقال آخرين الصور القادمة من مواقع الاعتصام تظهر قوة من أسوات وأخرى من الشرطة الاتحادية يقوم أفرادها الملثمون باعتقال متظاهرين ثم الانهيال عليهم بالضرب المبرح الطرف الثالث المجهول للسلطة هو معلوم للمتظاهرين هوية وأفعالا الميليشيات الموالية لإيران تنتهك حرمة الدم العراقي في وضح النهار بينما تمارس هذه الميليشيات هوايتها المفضلة في جوف الليل ويبدو أن عبد الكريم خلف الناطق العسكري باسم رئيس الحكومة المستقيل عادل عبد المهدي ما زال يغرد خارج السرب فبعد نحو أربعة شهور دموية ارتقى فيها أكثر من ستمائة شهيد وأكثر من عشرين ألف جريح ومعاق وعشرات المخطوفين يصرح الرجل في مقابلة متلفزة أن لا شهداء أو جرحاء في صفوف المعتصمين في بغداد منذ مطلع شهر تشرين الأول الماضي وإلى اليوم لا يجرؤ أي مسؤول حكومي على تسمية قتلة المتظاهرين كما لم يعتقل أي فرد أمر أو نفذ أو شارك في قمع المتظاهرين أو يقدموا للمحاكمة فجميع الشركاء السياسيين على ما يبدو خائفون على مناصبهم ومغانمهم خاصة مع بدء مرحلة التصعيد من قبل المتظاهرين ضد العملية السياسية وأحزابها الفاسدة